نشرة الأخبار من الميادين أهلا بكم والبداية من العنوين إيران لا تطلب لا من وكلائها ولا من أصدقائها ولا من حبائها شيئا ولم تطلب منهم شيئا السيد نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع واشنطن على سكة الخروج من المنطقة نائب قائد قوة القدس للميادين الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة في لبنان أكثر بكثير مما تظن إسرائيل والعدو سيندم على أي حماقة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يعلن أن حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس نيمتس ستبقى في مياه الخليج تعطينا بشكل إيجابي ومسؤول وسريع هنيا يكشف عن اتصالات مع دول عديدة لاستئناف الحوار ويؤكد قطع شوط كبير من الاتفاق مع حركة فتح بشأن الوحدة تسريبات صوتية لترامب تكشف محاولته الضغط لتغيير نتاج الانتخابات في جورجيا واتهامات ديمقراطية له بإساءة استخدام السلطة أهلا بكم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهد المهندس أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المنطقة تشهد حالة توتر شديد لافتا إلى أن الاحتمالات فيها مفتوحة في موضوع أرد على استشهاد الحشقاسم سليماني البعض يفترض بأن إيران سوف تعتمد على وكلائها كما يسمونهم أو على أصدقائها أو على أحبائها إيران لا تطلب لا من وكلائها ولا من أصدقائها ولا من حبائها شيئا ولم تطلب منهم شيئا إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا كما فعلت في عين الأسد هي سترد عسكريا عندما ترد أمنيا هي سترد أمنيا بما يتناسب مع طبيعة الحادثة السيد نصر الله أكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس حول شعار إخراج أمريكا من المنطقة إلى هدف تعمل عليه شعوب المنطقة إخراج أمريكا من المنطقة ما كان هذا الشعار ليصبح شعارا وليصبح هدفا معلنا وجديا يجب أن تعمل له كل شعوب المنطقة لو لا هذه الحادثة التاريخية وضخامة هذه الحادثة التاريخية حتى من العراق الحادثة وضعت القوات العراقية على خط وعلى مسار الخروج من العراق وهذا يتابعه العراقيون أنفسهم بكل وسائل التي يرونها مناسبة إذن هذا هدف هذا عنوان هذا يرتبط بالمرحلة المقبلة السيد نصر الله أكد أن المقاومة في لبنان هي من أكثر المقاومات في التاريخ استقلالا وهي الوحيدة القادرة على حماية ثرواته النفطية اليوم إذا لبنان قوي إذا في حدا بالكرة الأرضية سائل عن لبنان إذا حدا بيحس أنه لبنان إلي وجود على الخريطة إذا في أمريكا وبأوروبا وحدا عم يسأل عن لبنان بسبب هاي المقاومة وهي الصواريخ ونقطع أول السطر وكلنا منعرف بيتنا نعرف إن شاء الله سيرجع أحكي بالموضوع بوقت تاني أديش قيمة لبنان وشعب لبنان عند كل هؤلاء من الدول دول العالمية ومن دول الإقليم أيضا أريد أن أقول لهم إذا في يوم لإيام في أمل أنه لبنان سيكون لدينا شوية مال فلوس فهو من النفط والغاز وإذا في حدا بيعطي فرصة لأن لبنان يطلع النفط والغاز تابعه خصوصا من البلوكات الغنية والمليانة في الجنوب هو ببركة المقاومة وصواريخ المقاومة وسلاح المقاومة وهذه الصواريخ التي أعطتها إيران للمقاومة وعطتها سوريا المقاومة أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إلى أن الأمريكيين كانوا يشعرون بأن شهيد قاسم سليماني أفقدهم قوة الرادع التي يملكونها في المنطقة مشددا على أن المستفيد الأول من اغتيال الشهيد سليماني هو داعش الذي ازداد نشاطه بعد الاختيال وفي الملف اليمني أكد ضريف أن الشهيد سليماني لم يكن يبحث عن الحرب بل عن السلام وشدد على أن السعودية هي التي فرضت الحرب على اليمنيين وأن ولي العهد محمد بن سلمان أطال أمدها لتحقيق أهداف صبيانية ضريف أشار إلى أن الأمريكيين أعطوا السعودية ضوءا أخضر لإبادة الشعب اليمني أكد نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية الجنرال محمد حجازي أن المقاومة في لبنان تمتلك من الصواريخ الدقيقة عددا أكبر مما يتصوره الإسرائيليون وشدد في مقابلة خاصة مع الميادين على أن العدو سيندم وإذا ارتكب أي حمقه خب كافيز شما به گزارشها و اظهار نظرهای كارشنسان إسرائيلي مراجعه بکنید تا عمق وحشت وانها رو از این موضوع متوجه بشيد يعني أونها بارها گفتند و در یه اظهار نظری گفته بود که دویست موشک دقیق برابر است با هزاران موشک قیر دقیق حالا این ادعای اونها هست حرف اونها هست که میگن و اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد که این کار انجام بشود یعنی صلاح دقیق به دست عزبالله برسد ولی شما شنیدید از جنب آقای سيد حسن نصر الله که فرمودن این به دست ما رسید و در اختیار ما هست و ما میدونیم که آقای سيد حسن نصر الله فرد صادقیست و به هیچ وجه اعلامی و تبلیغاتی حرف نمیزنه و وقتی میگه به دست ما رسید حتما این طور رسیده است و تعدادش هم بسیار بیشتر از اون چیزیست که دشمن تصور میکنه و بحمدالله امروز مقابمت دارای امکانات خیلی خوبیست و اگر دشمن هر گونه هماقتی را انجام بده حتما پشیمان خواهد شد الجنرال حجازی توجه الى الدول المطبعة مع اسرائیل بالقول ان الوجود الاسرائیلي في بلادهم لن يجلب الامن لهم مشددن على ان بلاده لن تتحمله ان تستخدم ای دول دلخلیج منطلقا لتهدیدها ممکنه بعضی از افراد و حالا اشخاصی که در این حکومتهای مثل امارات و بحرین و اینجاها هستن تصور کنن که برقراری ارتباط با رژیم سهیونیستی برای اونها امنیت میاره خب ما به اونها میگیم که آیا رژیم سهیونیستی تونسته امنیت خودش رو برقرار کنه تونسته از خودش حمایت کنه که بخواهد از شما حمایت کنه قبل از چند دقیقه عرض کردم اونها از ترس مبارزین و مجاهدین محور مقاومت دیوارهای شش متری و هشت متری کشیدن وقبل متابعة النشرة ننتقل مباشرة الى النجف في العراق حيث تستمر الفعالیات الشعبیه في ذكر استشهاد القائدين قاسم سليمانی و ابو مهدی المهندس اذن فعالیات شعبیه حاشده في النجف عند ضريح الشهید ابو مهدی المهندس وذلك احیاء لذكر استشهاد الشهیدين التي صادفت بالامس اذن فعالیات حاشده في النجف امام ضريح الشهید ابو بهدی المهندس وكنا قد شاهدنا فعالیات عده في مختلف مناطق العراق كما في ایران وسوريا وغزا ولبنان واليمن و بالعودة الى سیاق النشر رأى الجنرال حجازی فيما يخص موضوع اليمن ان التحالف السعودي يمكن ان يستمر في عدوانه مادم الامريكیون والاوروبيون يقدمون اليه الدعم والسلح تا وقتی که امریکایی ها و اروپایی ها به اونا سلاح بدن و اونا رو پشتیبانی بکنن ممکنه اونا بتونن ادامه بدن نقطة دوم این که تا وقتی که اونها احساس کنن که میتوانند دستاوردی رو به دست بیارن و از این تنگینایی که برای خودشون درست کردن یعنی اعلام کردن نمیدونم زرف چند هفته اونجا رو حل میکنین خب هیچ دستاوردی نداره الان دنبان یک دستاوردی هستن به یک دستاوردی پیدا بکنن و خاتمه بدن خب این دستاوردن برای شون به دست نیامده من تصورم این است که تا وقتی که در داخل تحت فشار قرار نگیرن و حمایت های بیرونی هم استمرار داشته باشه سعودی ادامه خواهد داد اما اگر احساس کنن این پشتیبانی ها ممکنه قط بشه ممکنه کاهش پیدا بکنه یا از داخل با مشکل مواجه بشن یک کمتر از نصف روز تصور میکنم که جنگ رو خاتمه بدن في غضون ذلك اعلن وزیر الدفاع الامريكی بالوکالة كريستوفر ميلر ان حاملت الطائرات الامريكی یو اس اس نيمتس التي كان من المقرر سحبها ستبقى في مياه الخليج بحجة وجود ما وصفه بالتهديدات الايرانية وفي بيان له قال ميلر انه امر حاملت الطائرات بوقف اعادة الانتشار واشار الى انها ستبقى في منطقة عمليات القيادة المركزية الامريكية مشددا على وجوب ان لا يشكك احد في عزيمة الولايات المتحدة بحسب تعبيره النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل تسعة شهداء في هجوم استهدف حافلات في ريف حما من جديد اهلا بكم في ذكرى جريمة اغتيال قادة النصر اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزع لان شهيد سليماني كان موجودا في الميدان منذ اللحظات الاولى في معارك تحرير الموصل وتكريت والفلوجة انا واحد من الشهود لانه في اليوم الذي سقطت فيه الموصل وكان هو في بلده مع اهله ترك كل شيء وخلال ساعات معدودة تواجد على ارض مطار بغداد هذا المطار المدني الذي اختير فيه تواجد على ارض بغداد وبدل كل ما عنده وسخر كل ما يستطيع او اكثر مما يستطيع من امكانات الجمهورية الاسلامية من اجل ان يساعد العراقيين في ان يقفوا امام اكبر تهديد وجود واجهوا في تاريخهم اصلا الذكرى السنوية للشهداء القادة احياها العراقيون بتظاهرات حاشدة تقرير عبدالله بدران بهذه الهتافات استذكرت جموع ما يصفون انفسهم بابناء المهندس الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائدين المكان ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية وعنون الزمان بيوم السيادة والشهادة اليوم الجماهير العراقية اتت اليوم لاصار رسالة لخروج المحتل ولا وجود المحتل اليوم خرجنا تباهر سلمية وغدا نخرج وغدا نخرج حتى جلاء اخر جندي امريكي في العراق عشائر عراقية وفعالية اجتماعية وجمهور الحجد الشعبي وانصاره وممثلوا فصائل المقاومة العراقية كلهم رفعوا صور القائدين ورفاقهما شهيد العراق والشهيد ضيف العراق اليوم الجماهير اثبت هذه الحشود انها موالية للمقاومة هذه جماهير المقاومة في اسم العالم اجمع ان للمقاومة جمهور والجمهور يطالب يطالب اخراج القوات الامريكية قلبا وقالبا مبنى المطعم التركي كان مسرحا للاحتفاء بالقائدين الشهيدين الكبيرين صورهما رفعت في مبنىه وسحبت صور خصومهما دونها وكأن التظاهرة جاءت استكمالا لتظاهرات سابقة نظمها جمهور الحجد والفصائل مع ان اتضح ان الامريكيين في وارد توظيف حراك المطالب ضد حلفاء طحران اختيار ساحة التحرير للتظاهر في سنوية القادة الشهداء في ظل مناخ التصعيد والتصعيد المقابل لسالة ببعدين قبول التحدي والمواجهة مع الامريكي والاستمرار في هذه المواجهة ومحاولة ازدال الستار على الاستثمار الامريكي في الحراك العراقي عبدالله بدران بغداد المياد سوريا التي انتصرت على داعش بعثت برسائل وفاين الى الشهدين قاسم سليمان وابو مهد المهندس في ذكرى استشهادهما الاولى تقرير محمد الخضر احتفالية حاشدة في ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليمان وابو مهد المهندس في حلب يستذكر المجتمعون في مسجد المشهد بطولات ودماء بذلت في سبيل فتح طريق خناصر وتحرير الاحياء الشرقية وفك الحصار عن مدينتين نبل والزهراء محطات ادارها الجنرال سليمان جنبا الى جنب مع القيادة العسكرية السورية زدنا اسرار بعد استشهاد حاشغاسم على تكفيه المسير وماشينا على الطريق نفسه طريق الشهادة طريق القدس لتحرير القدس وتحرير كل وطن العربي من رجل اميركا والدول المتكبرة وفي دمشق ملتقيات ومهرجانات خطابية اجلالا للارث الكبير للشهدين السليماني والمهندس ودورهما في تكريس ثقافة المقاومة وبالاخص في الساحات العراقية والسورية والفلسطينية مهرجان خطابي في مصل السيدة زينب جنوب دمشق حضور عسكري وفلسطيني وشيوخ وامة عديدون جمعهم الرحيل الشهدين الكبيرين ليستذكر مآثرهما وتضحياتهما في سبيل الحق والحرية جئنا الى هذا المكان لنؤكد انهم ان كانوا قد غيبوا جسد قاسم سليماني ففي هذه الامة الاف قاسم سليماني هذه الامة الولادة لان قاسم سليماني قد رسخ محور المقاومة جمعية الصداقة الفلسطينية الايرانية احيت الذكر بملتقا للشهدين القائدين ومعرض صور كلمات وعهود على مواصلة الطريق نحو القدس وهي العقيدة التي يلتقي عندها الاحرار قدم كل ما لديه من امكانيات ولدى الجمهورية الاسلامية الايرانية لكل فصائل المقاومة بدون استثناء وليس فقط المقاومة الفلسطينية بل المقاومات المختلفة من لبنان الى اليمن الى سوريا الى العراق اتساع مساحة احياء ذكر استشهاد سليمان والمهندس يعكس حضورهما الوجدانية الكبيرة بين السوريين محمد الخضر دمشق الميادين في اليمن في اليمن احيات احيات السفارة الايرانية في صنعاء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد سليمان والمهندس فيما خرج ابناء محافظة صعدة في تظاهرة حاشدة تحت شعار وفاء لدماء شهداء تقرير احمد عبد الرحمن بإحياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائدين قاسم سليمان وابو مهد المهندس السفارة الايرانية في صنعاء تدشن حضورها رسميا بعد اشهر من وصول السفير حسن ايرلو الى العاصمة اليمنية هذا الاحتفال اليوم يدل الى امغ الالاقة بين الهكومتين بين شعبين الايران واليمني وهذا الشيء اللي اشتغل استكبار من سنين مختلفة حتى يتززل امه الاسلامية من بعض هم حضور رسمي وحكومي وحزبي تقدمه عضوال مجلس السياسي الاعلى في اليمن سلطان السامع ببزته العسكرية ومحمد النعيم الذان اكد للميادين ان احياء ذكر استشهاد القائدين هو احياء لاهدافهما ووفاء لتضحياتهما احياء هذه الذكرى هي احياء لاهدافهم احياء ووفاء لهما بما قام به من خدمة للامة وبالذات قضية فلسطين وهي قضية الامة كان هؤلاء القادة يكون مسار امتنا ونضالها في استحرير قضية فلسطين وتحرر امتنا العربية من التبعية والهيمنة الامريكية فعالية اقيمت بعد يوم من احياء حكومة الانقاذ ذكر استشهاد القائدين بفعالية رسمية حاشدة من صنعاء الى صعدة فعاليات رسمية وتظاهرات شعبية واسعة في الذكرى الاولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهد المهندس والتي تتزامن مع اسبوع شهيد في اليمن رافعين صور القادة الشهداء تظاهر ابناء صعدة وفاء لدمائهم مجددين العهد لهم بالمضي على دربهم وإكمال مسيرتهم نقول في هذا اليوم للشهيد سليماني وابو مهد المهندس وعماد مغنياه وكل شهداء القدس الأحرار وكل شهداء اليمن الأبرار عهدا منا أننا سنرعى دماءكم مهما كان الثمن وبالتزامن مع هذه الفعاليات الرسمية والتظاهرات الشعبية وجه السيد عبد الملك بدردين الحوثي رسالة لعائلة شهيد سليماني أكد فيها أن الشهيد سليماني سيبقى خالدا في التاريخ ووجدان الأحرار وحاضرا بإسهاماته في كل الساحات أحمد عبد الرحمن صنع الميادين استشهد تسعة مدنيين وأصيب أربعة بجروح من جراء هجوم نفذته الجماعات الإرهابية على حافلات نقل على طريق أثريا السلمية وأكدت السلطات السورية أنه تم تأمين باقي الركاب جميعا وأسعاف الجرح إلى مشفى السلمية مشيرة إلى أن الهجوم استهدف قفلات صهاريجي محروقات وثلاثة حافلات سياحية لنقل الركب كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن اتصالات أجرتها الحركة مع عدد من الدول لاستئناف عمليات الحوار الفلسطيني محذرا من نفاذ الوقت أمام ممارسات سلطات الاحتلال والمستوطنين لسنا في بحبوحة من الوقت ولأننا أمام الخطر الحقيقي نحن نرى ما الذي يجري الآن داخل فلسطين نحن نتابع عربدة المستوطنين ونتابع محاولات قضم الأرض الفلسطينية ومحاولات شط بحق العودة لذلك تعطينا بشكل إيجابي ومسؤول وسريع وتفهمنا ضرورة استئناف مسيرة الحوار الفلسطيني الداخلي وعلى هذا بعثت برسائل للإخوة في جمهورية مصر العربية وللإخوة في قطر وكذلك في تركيا وروسيا ومباشرة برسالة للأخ الرئيس أبو مازم وأكدنا فيها استعداد الحركة على استئناف الحوار الفلسطيني ولإنجاز اتفاق وتفاهم فلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية اتهمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس الحالي دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت أن ترامب طلب من سكرتير ولاية جورجيا في مكالمة هاتفية إيجاد نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع جو بايدن كل ما أريد فعله هو التالي أريد فقط أن نجد 11 ألفا و 780 صوتا أي بفارق صوت واحد مما لدينا الآن أهل جورجيا وأهل هذا البلد غاضبون ولا ضير في القول إننا أعدنا احتساب الأصوات سيد الرئيس التحدي أمامنا هو أن المعلومات التي لديك غير صحيحة في نهاية النشرة هذا تذكير بعنوينها السيد نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع واشنطن على سكة الخروج من المنطقة نائب قائد قوة القدس للميادين الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة في لبنان أكثر بكثير مما تظن إسرائيل والعدو سيندم على أي حمقة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يعلن أن حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس نيمتس ستبقى في مياه الخليج تعطينا بشكل إيجابي ومسؤول وسريع هنيا يكشف عن اتصالات مع دول عديدة لاستئناف الحوار ويؤكد قطع شوط كبير من الاتفاق مع حركة فتح بشأن الوحدة تسريبات صوتية لترامب تكشف محاولته الضغط لتغيير نتائج الانتخابات في جورجيا واتهامات ديمقراطية له بإساءة استخدام السلطة للمزيد من الأخبار تفضل بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا لطيب المتابعة بأمان الله